يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم تحذيراته بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لموقعة كوديفور ضمن الدور ربع نهائين بمطولة إفريقيا للمحاليين والتي سيكون ملعب نيرسون مانديلا بالعاصمة مصرحا لها يوم الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر هذا وعرفت الحصة التدريبية اندماج اللاعب أيوب عبداللاوي مع المجموعة بعد شفائه من الإصابة والتي تعرض لها أمام منتخب إثيوبيا فيما تدرب الثناء دهيري ودبيح على انفراد الحمد لله يعني اللاعبين كنا خايفين نوعا عن الإصابة نتاحهم خاصة دهيري في اللقاء الأخير نظن اليوم رأى ورجع حتى ويدرب عن انفراد ولكن هذا كما قلوا مؤشر إيجابي دبيح كذلك هو يواصل في التدريبات نتاعه مع المحذر البدني أما عبداللاوي فتخل مع المجموعة وكل المجموعة تتدرب بصفة عادية ودخلوا نظن في أجواء اللقاء الربع النهائي أمام كوردي فورب بحث اليوم بعد التسخينات وبعد التمارين التقنية التقم التقنيبي سيباشر العمل التاكتيكي لتحضير هذا اليوم